بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا التمرين في المتتالية الحسابية رقم 11 إذن قال إيلي آن متتالية حسابية معرفة على آن حدها الأول إيلي سفر وأسسها آير حيث أعطيت لنا علاقة هنا بين هذه الحدود التي هي إيلي ثلاثة زائد إيلي أربعة زائد إيلي خمسة يساوي لنا واحد وعشرون وإيلي أربعة زائد ثلاثة إيلي ثمانية يساوي أربعة وستون السؤال هو أحسب إيلي أربعة إذن ننطلق على بركة الله إذن هنا نقول حساب لاحظوا جيدا إذن رقم واحد حساب إيلي أربعة هنا نتابع جيدا أبنائي عندنا هذه العلاقة اللي هي العلاقة رقم واحد هذه أبنائي لاحظوا جيدا من هذه العلاقة يمكن لنا أن نستخرج ماذا نستخرج إيلي أربعة كيف أبنائي نتابع جيدا عندنا شيء بما أن المتتالية ما هي طبيعة حسابية عندنا شيء يسمى الوسط لاحظوا الحساب في الوسط الحساب ماذا تقول القاعدة ركزوا معي يعني نقطة بنقطة لو تلاحظوا إلى ثلاثة هذه زائد لاحظوا خمسة ركزوا ثلاثة زائد خمسة يعني الدليل هذا الصغير زائد هذا الصغير كم يعطي لكم يعطي لنا ثمانية ثمانية كم يعني فيها من مرة من أربعة يعني كم أبناء يركزوا تعطي لكم تساوي لنا اثنان في أربعة ما معنى هذا الشيء؟ معناها الوسط الحسابي يقول مجموع الطرفين يساوي مربع الوسط لاحظوا ما معنى؟ معنى تصبح إيلي ثلاثة زائد إيلي خمسة ها هي ثلاثة زائد خمسة كم؟ ثمانية تساوي لنا مرتان لهي اثنان إيلي أربعة بهذه البساطة فقط ركزوا أبني لو أعطيت لنا مثلا هكذا إيلي ثلاثة مثلا نعطي مثل آخر مثلا إيلي واحد زائد إيلي ثلاثة كم يعطي لنا من إيلي إثنان؟ ركزوا هذا زائد هذا كم؟ أربعة أربعة ما هي؟ هي إثنان إيلي إثنان يعني مجموعة الطرفين يساوي ضعف الوسط لهو هنا ما هو العدد الذي يأتيكم هنا الحد؟ هو إيلي إثنان هذا أبناء ما نسميه الوسط الحسابي الآن لاحظوا جيدا إيلي ثلاثة زائد إيلي خمسة هذان يحذفان ويأتي في مكانهم أبنائي هذا العدد يعني يوضع في مكانهم هنا ما مع معنى؟ لاحظوا هذا مع هذا قلت يعني في مكان هذا وهذا إيلي خمسة نحذفهم ونضع في مكانهم إثنان إيلي أربعة ما أعطيت لكم هكذا لاحظوا كيف تصبح النتجة أبنائي نقطة بنقطة تصبح لنا إثنان إيلي أربعة زائد عندنا إيلي أربعة هو موجود يعني لا دخل لنا فيه زائد إيلي أربعة يساوي كم نتجة؟ لاحظوا كم يساوينا واحد وعشرون أعيد هذه أبنائي هذه الإثنان إيلي أربعة نتجت عن إيلي ثلاثة زائد إيلي خمسة هذا الإثنان لما التقيا أعطي لنا إيثنان إيلي أربعة والإيلي أربعة هذا موجود من قبل يعني لا دخلنا فيه هو موجود تصبح ماذا أبنائي؟ تصبح لنا إثنان إيلي أربعة وإيلي أربعة يعني حبة ثاني زائد حبة تعطي لنا ثلاث حبة يعني ثلاث إيلي أربعة يساوي لنا ماذا أبنائي؟ يساوي لنا واحد وعشرون بما أن هنا ثلاثة في فهذا العدد إذا انتقل أبنائي ينتقل إلى المقام هنا هذه من الشروط الجداء تصبح إيلي أربعة يساوي لنا واحد وعشرون على الثلاثة بالآلة الحاسبة أكيد سوف تعطيكم إيلي أربعة يساوي كم أبنائي يساوي العدد سبعة ها هي الإيلي أربعة بكل بساطة فقط أبنائي استعملنا شيء يسمى الوسط الحسابي الآن بعدما أكملنا مع الإيلي أربعة نأتي الآن إلى لاحظوا جيدا الآن نأتي إلى إيلي حساب إيلي ماذا إيلي ثمانية نتابع جيدا أبنائي إذن نكتب هنا حساب إيلي ثمانية هنا لو تلاحظون جيدا إيلي أربعة كم أبنائي ها هي الإيلي أربعة هي سبعة إذن نعطي وعوضها وهنا في هذا المكان كم تصبح أبنائي ركزوا إيلي أربعة كم سبعة لن تصبح سبعة زائد ثلاثة إيلي ثمانية يساوي أربعة وستون ننقل هذا إلى هذا الطرف تصبح ثلاثة إيلي ثمانية تساوي أربعة وستون ناقص ماذا ناقص سبعة تصبح ثلاثة في إيلي ثمانية يساوي لنا ماذا سبعة وخمسون بما أن الثلاثة مضروبة في الإيلي ثمانية فهي تنتقل إلى المقام مع إشارتها تصبح إيلي ثمانية يساوي سبعة وخمسون على ثلاثة أكيد بالآلة الحسيبة سوف تعطيكم القيمة اللي هي إيلي ثمانية تصبح أبنائي تساوي تسعة عشر لهذه البساطة فقط لم أفعل شيء إلا أني نقلت إيلي أربعة بما يساويها في هذه العلاقة فقط الآن بعد ما أكملنا مع هذه الأسئلة سوف نأتي الآن إلى السؤال الذي جاء بعدها نتابع جيدا يعني الآن هتان العلاقتان قد يعني استفدنا منهما واستخرجنا منهما حدان الآن بعد ما استخرجنا منهم حدان أبنائي علينا أن نكمل مسير أركزوا أرجوك السؤال الذي جاء بعدها قال استنتج لاحظوا استنتج الأساس إذن نكتب هنا استنتاج الأساس اسمه R هنا بكل بساطة بما أن المتتالية ما هي طابعتها لاحظوا المتتالية حسابية فيأتي في ذهني مباشرة عبارة الحد العام لاحظوا إلى عبارة الحد العام ماذا تقول القائدة تقول إيلي أن يساوي لاحظوا يساوي لنا إيلي هكذا P ركزوا أبنائي زائد هكذا N ناقص P لاحظوا بكل بساطة في ماذا؟ في المجهول اللي هو R هذه هي عبارة الحد العام للمتتالية الحسابية عليكم بحفظها أبنائي لاحظوا جيداً كي نعمل بها هنا نتابع جيداً لأنها هي عبارة الحد العام ما هما الآن الحدان الوحيدان المعلومان في تمريننا هذه؟ الحدان هما أمامكم ها هو الحد الأول هو الإيلي أربعة إذن كيف نجعل؟ ركزوا أرجوكم سوف نكتب هنا أمامكم إيلي أربعة يساوي قنا سبعة وعندنا إيلي ثمانية يساوي كم تسعة عشر هكذا ثم نمسح السبورة هكذا حتى تكون أمورنا جد منظمة نتابع جيداً لاحظوا ماذا تقول القائدة إيلي أن يساوي لنا إيلي بي هذا قانون عليكم بحفظ أبنائي تعالوا هنا ماذا نقول؟ نقول آن هذا يكون أكبر من بي من الشروط كيف؟ معنى هنا هذه الثمانية نأتي بها إلى هنا في مكان الآن ونأتي بها كذلك إلى مكان الآن هنا ركزوا معنى معنى تصبح كذا إيلي آ إيلي ثمانية يساوي إيلي نترك إيلي ماذا؟ زائد أركزوا ثمانية ناقص ثم تابعوا جيداً يعني كيف تهتم العملية النقطة بنقطة أبنائي هكذا في ماذا؟ في آر لكن عندنا كذلك هذه الأربعة دليل سوف يعوض هنا وكذلك يعوض هنا ماذا ينتج؟ ينتج أن هنا يعوض بالأربعة وهنا بالأربعة ها هي أمامكم يذهب هنا هذا الدليل وهذا الدليل يذهب إلى هنا ثم الآن نعوض ماذا؟ عندنا إيلي ثمانية كم قيمتها؟ ها هي الإيلي ثمانية قيمتها نعوضها؟ هنا والإيلي أربعة ها هي قيمتها نعوض وهنا تابعوا الشكل كيف ينتج أبنائي؟ ينتج تسعة عشر يساوي سبعة زائد ثمانية ناقص أربعة وهي أربعة في ماذا؟ في آر ما هو المجهول الذي بقي لنا؟ بقي لنا الأساس سوف نقوم بحسابه سوف ننقل هذا إلى هذا الطرف تصبح تسعة عشر ناقص سبعة يساوي لنا أربعة في آر هذه النتجة كم؟ وهي إثنى عشر يساوي أربعة في آر بما أن الأربعة مضروبة في آر فهي تنقل الآن هذه القيمة تنقل هنا إلى المقام ونحرفها من هنا بكل بساطة ماذا ينتج الآر أبنائي؟ أكيد سوف ينتج لنا الآر بالآل الحسيباء سوف يعطي لنا ثلاثة بهذه البساطة فقط أبنائي إن لم تفهموا أعيد الفيديو في تلك النقطة الآن نأتي إلى السؤال الذي جاء بدا قال أحسب إيلي سفر إذا نكتب هنا حساب إيلي سفر وهو الحد الأول هنا عندنا طريقتها يمكن أن نستغل إيلي لاحظوا عندنا الإيلي أربعة وعندنا الإيلي ثمانية نستعمل طريقة واحد نستعمل مثلا طريقة رقم واحد نقول ماذا؟ دائما نعود إلى عبارة الحد العام أبنائي لاحظوا عبارة الحد العام هي المنقذ الوحيد في هذه الأشياء لهذا عليكم بحفظها عندنا نعمل بإيلي أربعة قلنا تساوي كم؟ تساوي لنا لاحظوا قلناها أن تساوي لنا سبعة كيف؟ نأتي بهنا الأربعة هذا يأتي إلى هذا المكان ثم يأتي إلى ماذا؟ ثم يأتي إلى هذا المكان يعني هنا في مكان الآن والإيلي سفر إيلي سفر يساوي هذا مجهول نأتي بهذه هذا الصغير نعوضه هنا ونعوضه هنا ماذا ينتج أبنائي؟ ينتج إيلي أربعة يساوي إيلي كم هنا البي هو الصفر إيلي صفر زائد آن كم لاحظوا جيدا الآن قلنا أنه هذا يعوض في هذا المكان الآن يعوض بالأربعة ناقص الصفر في الأساس كم هو الأساس؟ ها هو أمامكم الأساس سوف يعوض الأساس هنا هنا كم؟ في ثلاثة يصبح إلا أن الإيلي أربعة نعرف قيمته تعوض في هذا المكان يصبح سبعة يساوي إيلي سفر زائد هذه كم أبنائي؟ أربعة أربعة في ثلاثة كم؟ زائد إثنى عشر نأتي بهذه القيمة إلى هنا تصبح سبعة ناقص إثنى عشر يساوي إيلي سفر بالآلة الحاسبة سوف تعطيكم إيلي سفر يساوي ناقص خمسة هذه الطريقة رقم واحد الآن نأتي بالطريقة رقم إثنان كذلك هذه لما استعملنا ماذا أبنائي؟ استعملنا إيلي أربعة نأتي الآن إلى الطريقة الثانية طريقة إثنان هنا نستغل أبنائي الإيلي ثمانية إيلي ثمانية قلنا كم تساوي تسعة عشر تصبح إيلي هنا نعوذ بماذا؟ قلنا هنا نعوذ بالثمانية وهنا بالثمانية وهنا نعوذ بماذا؟ نعوذ هنا بالسفر ونعوذ هنا بالسفر تصبح إيلي ثمانية يساوي لنا إيلي سفر زائد ثمانية في أر إيلي ثمانية نحن نعلم قيمتها لهي كم تسعة عشر نعوذها هنا تصبح تسعة عشر يساوي إيلي سفر زائد ثمانية في ثلاثة عفوا تصبح ماذا أبنائي؟ تصبح تسعة عشر يساوي إيلي سفر زائد أربعة وعشرون ننقل هذا إلى هذا الطرف تصبح تسعة عشر ناقص أربعة وعشرون يساوي إيلي سفر ومنه إيلي سفر يساوي لنا ناقص خمسة ها هي أمامكم هذه معناها استغلنا الحد الثامن الحد إيلي ثمانية أما مرتبته أكيد هي الإيلي مرتبته هي التاسية علي أن تنطلق من السفر الآن بعد ما اكملنا مع هذا الشيء نأتي الآن أبنائي إلى الشيء الآخر ألا وهو عبارة الحد العام لاحظوا إذا قال أكتب عبارة الحد العام إذا كتابة عبارة عبارة وجدناها قيمة ثلاثة فقط ونكمل العمل تصبح إيلي آن يساوي الإيلي سفر كم وجدناها أبنائي ها هو أمامكم وجدناها ناقص خمسة زائد آن ناقص سفر وهو الآن في الأساس لهو عفوا هنا زائد لاحظوا زائد قلنا زائد آن في ماذا في ثلاثة لأن آن ناقص سفر يبقى لنا آن يصبح إيلي آن يساوي نضرب هذا في هذا تعطينا ثلاثة آن ناقص خمسة يبقى كما هو ها هي عبارة الحد العام بكل بساطة أبنائي الآن بعد ما أكملنا مع عبارة الحد العام سوف يمكن يعني يطرح أسئلة يقول لك مثلا أحسب إيلي خمسة لو قال لنا مثلا أحسب إيلي خمسة حساب مثلا إيلي خمسة هنا لا نخاف أبنائي ما علينا إلا التعويض هنا بخمسة وهنا بخمسة يعني وتصبح النتيجة كم يصبح إيلي خمسة يساوينا خمسة عشر ناقص خمسة وتساوينا عشرة هذا طلب هذه الأشياء لكنه لم يطلب هذه الأشياء منا نأتي الآن إلى لاحظوا جيدا إذن عندنا قلنا هل العدد طلب منا هذا السؤال الذي الثالث هل العدد خمسة وثمان حدا من حدود المتتالي إذن هنا ما علينا الإجابة إلا نقول معرفته إن كان إن كان إن كان العدد خمسة وثمانون حدا من حدود ماذا المتتالية إلي آم بين قوسين لأن إذا قلنا هكذا هذه عبارة الحد العام وإذا قلنا بين قوسين تصبح المتتالية هذه أمور عليكم بفهمها أبنائي هنا أبنائي لمعرفة ذلك ما علينا إلا بوضع شيء واحد فقط نأتي ونقول نضع هكذا نحل هذه المعدلة إلي آم يساوي تلك العدد ههو أموركم خمسة وثمان إذا وجدناه عدد طبيعي إذا وجدنا الآن عدد طبيعي هو حد إن لم نجده فهو ليس حد نأتي الآن بالعبارة هاهي أمامكم كم هي العبارة أبنائي؟ هي ثلاثة آن ناقص خمسة نجعلها تساوي ماذا؟ تساوي خمسة وثمانون ننقل هذا إلى هذا الطرف تصبح ثلاثة آن يساوي خمسة وثمانون زائد خمسة يصبح ثلاثة آن يساوي تسعون يصبح آن أكيد يساوي التسعون على الثلاثة ويساوي كم؟ يساوي ثلاثون هل هذا الشيء الذي تحصلنا عليه هو عدد طبيعي؟ نعم إذا ثلاثون ينتمي إلى آن له عدد طبيعي أي خمسة وثمانون حدا من حدود إلى آن بهذه البساطة لو وجدناه مثلا لو وجدناه مثلا مثلا وجدناه عشرون على ثلاثة هذا يا أبناء لما نحسبه بالآل حسب يعطينا فاصلة إذا هذا لا ينتمي إلى الآن فيصبح ليس حدا يعني لو جاء بهذا المثل الآن بعد ما وجدنا هذا السؤال جاء السؤال الأخير قال أحسب المجموع إذن هنا نقول ماذا أبنائي؟ نقول حساب إذن هنا حساب آس لهو المجموع ما هي طبيعة المتتالية هذه يا أبنائي؟ المتتالية طبيعتها متتالية كيف هي؟ حسابية ما هو مجموع المتتالية الحسابية؟ إذن آس لهو المجموع يساوي لاحظوا يساوي عدد الحدود على إثنان في الحد الأول زائد الحد الأخير هذا هو قانون عليكم بحفظه عدد الحدود تساوي آس يساوي عدد الحدود ماذا تقول القاعدة أبنائي حتى تتعلمه؟ تقول الدليل الكبير هذا الدليل نضحه هنا لهو الثلاثون ناقص هذا الدليل السغير هنا زائد دائما تضفون الواحد من عندكم مهما كان لو لم تضفوا الواحد سوف تخصلنا ذلك إذن الدليل الكبير لهو الثلاثون ناقص هذا الذي يكون هنا السغير وتضفنا واحد على إثنان في الحد الأول للمجموع ها هو الحد الأول للمجموع نضحه هنا يصبح معناه إيلي صفر زائد الحد الأخير للمجموع لهو إيلي ثلاثون هكذا ثم الآن نكمل العمل نقطة بنقطة أبنائي يصبح آس يساوي ثلاثون ناقص صفر هو ثلاثون زائد واحد معناه هو واحد وثلاثون على إثنان في الحد الأول تذكروا إيلي صفر كم وجدناها أبنائي وجدناها ناقص خمسة إذن نضع هنا ناقص خمسة زائد إيلي ثلاثون إيلي ثلاثون إن لم نفهم نضع هنا مثلا هكذا ثلاثون ونضع هنا ثلاثون ماذا تصبح أبنائي تصبح بكل بساطة معناه إيلي ثلاثون إيلي ثلاثون تساوي لنا تسعون ناقص خمسة لأن ثلاثون في ثلاثة تسعون ناقص خمسة خمسة وثمانون بالرغم هو موجود يعني هو في الأصل ها هو لكن إن لم تنتبهوا لذلك عوضوا في عبارة الحد العام تصبح هنا ماذا تصبح لنا خمسة وثمانون ثم نكمل العمل نقطة بنقطة أبنائي حتى تتعلموا يصبح أس يساوي واحد وثلاثون على اثنان زائد ثمانون لأن هذه تعطيكم ثمانون يصبح أس يساوي لاحظوا يصبح واحد وثلاثون في ثمانون على اثنان يمكن اختزال هذا مع هذا كم تبقى؟ تبقى واحد وثلاثون في أربعون يعني يقوموا بالآن الحسبة فقط وسوف تعطيكم النتيجة أبنائي لاحظوا بكل بساطة سوف تعطينا النتيجة أس يساوي لنا هكذا وأربعون ألف ومائتان وأربعون بكل بساطة يعني اختزلت هذا مع هذا يقول أحدكم كيف يا أستاذ لأن الثمانون على اثنان هي أربعون في اثنان على اثنان هذا يذهب ماذا ولاحظوا ماذا بقي لنا في الأخير وفي الأخير أتمنى يعني قد استفدتم من هذا التمرين كما لا تنسونا بالدعاء لنا وزوروا موقعي عليه وصفحة الفيسبوك للأستاذ نور الدين ليصلكم جديدان باستمرار والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته